أنا الآن سأريك نقطة انتقدها الملحدون قالوا إن الإنسان عندما يخلق يبكي أولا وبعد أشهر يتعلم الضحك أو بعد أيام مثلا ولكن القرآن لا يقول وأنه هو أبكى وأضحك لا يقول وأنه هو أضحك وأبكى يعني عكس تبين حديثا أن الجنين أول ما يتعلم يتعلم الضحك ثم يتعلم البكاء عندما يخلق أنا لدي فيديو لجنين يضحك صورة رائعة الحقيقة الله خلوها دي شوي سبحان الله انظر هذا جنين دا جنين سبعة أشهر في بطن أمه وهو يبتسم ويتعلم الضحك وهذه الصور أيضا منشورة حديثا تقول لك بأن الجنين أول ما يتعلم يتعلم الضحك ثم يتعلم البكاء عندما يخرج من بطن أمه أنا لدي هنا بعد أن نرى هذا الفيديو نص يقول سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى أبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى النطفة كم كروموزوم فيها؟ وأنها تلاتة عشر تلاتة وعشر انظر إلى كلمات هذه الآية كم كلمة؟ ما هو أضحك وأبكى ما هو أماته؟ تلاتة عشر تلاتة وعشرين كلمة ورقم الآية ستة وأربعين لأنه ذكر وأنثى ذكر الأنثى سبحانك يا رب فانضبطت الآية ما أقول لك لو كان من عندي غير الله ولا أوجده فيه اختلافا سبحان الله الآن لك لا يظن أحد أننا نأتي بمصادفات لنذهب إلى النص في سورة المؤمنون الذي يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين طبعا سنبدأ العد من عند ثم جعلناه نطفة بأن الطين ليس فيه كروموزوم عد الكلمات معي كم كلمة؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام الأحمد ثم إنشانه خلقا آخر ثلاثة عشرين كلمة بالضبط هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر أبدا هناك نص آخر يقول ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كذا كذا هل تعلم النص كم كلمة؟ عد معي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوا ونفق فيه من وحيه وجعل نسله من السمع والأبصار والأفئدة سبحانك يا رب عند الأفئدة ثلاثة عشرين طبعا قليلا ما تشكرون الحديث عن الأسر طيب هذه النصوص ليس نصف واحد جئنا بعدة نصوص كلها تنضب كلها تتحدث عن الخلق من نطفة وتأتي يأتي عدد الكلمة ثلاثة عشرين